ثم لاحظ حتى الناس والتلاميذ اللي كانوا واقفين أمام يسوع كانوا حاسين أنوا واقفين أمام ملك يعني عنده وقار حضور ملكة عنده جلال إلهي تعرف حتى عندما وقف يسوع أمام بلاطوس في المحاكمة لم يرتعب وكان يرج وكان خايف وكان يحاول يدبر وأنا دبروا لمكيدي بالغلط ومش أنا كان ثابت حازم بكل معنى الكلمة لدرجة أنه حتى بلاطوس خاف من يسوع المسيح ولما اتكلم معه بلاطوس عنده مواقف أمام بلاطوس لاحظ الكلام في يحنى 18 بلاطوس عم بيحكي مع يسوع أن عند السلطان أن أطلقك أن أصلبك أو أن أطلقك شوف جواب يسوع المسيح قال له لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد أعطيته من فوق يعني بلاطوس البنتة لما بتذكر اسمه في تلك الأيام النفس بترج وبترتعب والرب يسوعا بيقول له لم يكن لك علي سلطان البتة المسيح له سلطان على نفسه سلطان ذاتي أن يموت أو أن يقوم من الأموات الذي قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضا فإذا واضح حتى من يعني وقت مكان على الصليب أحبائي مكتوب نكس الرأس وأسلم الروح فإذا يسوع المسيح له السلطان الكامل المطلق على ذاته ثم هذا السلطان الذاتي هو حقيقة سلطان على الحياة والموت في يحنح دعش العازر مات وأنتن أربعة أيام وإذا بتسمع للأطباء إذا بشخصه هاي الحالة بقول لك فنيتو يعني خلاص ما فيش أي شيء يعني الجسد ابتدأ يتحلل ما فيش لا خلايا ولا أعصاب ولا دم ولا نفس حتى ولا روح استطاع أن ينتشل النفس وأن يرجعها إلى الحياة ألم يقول الكتاب عن الإله في العهد القديم هو يميت وهو يحيي أيضا فإذا انتزع الموت شوكة الموت سلطان الموت وأرجع العازر إلى الحياة وهكذا بإقامة الموتة بل أقام نفسه من الموت لأنه قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها ثم أحبائي بتشوف يعني في كده آية لسبب ضيق الوقت لكن يريد ترجعوا للعهد الجديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة